أهلاً فيكم حبايبي برج الجدي في اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس أنه بعض الإشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها وشابها لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو إشي رسالة أو إشي معين ميسيج معين أنت تحس أنك ممكن تنربط فيه أو بتحس أنه بيوجه طاقتك صح فأنت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك وترك الباقي رح نشوف طاقتك طاقت الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل وشو ما صير العلاقة أو شو ممكن يصير بينكم في المستقبل أوكي رح نبرل ليش بطاقتك أنت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس أنك مربوط بإشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة أنت مش مرتاح لإلها أو يعني مش مش إيجابية أنت عم تحس أنك مربوط بإشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص أو النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها أنت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم أو أنت عم تركز أكتر على الناحية المادية من هالشخص ممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لأنه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون أنت اللي رافض أيضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها وفيه عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك أنت رافض عرض معين منه أو رافض للبعض منكم إذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص فيه من الناحية العاطفية برج الجدي أو طاقتك كتير مسكرة أو يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك أو شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك الشريك بيحس أنه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب أو الشريك تغيرات بأساسات حياته ممكن يكون بأساسات عائلته ممكن يكون أيضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية أيضا هالشخص متحفظ على مشاعره وممكن يكون أيضا متحفظ من الناحية المادية للبعض منكم البعض منكم ممكن يكون فقط التحفظ من يعني من الناحية العاطفية هالشخص فيه كتير اشياء بيحس فيها مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته أو عن جميع ما بيحس فيها الشخص هم شوفه أيضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لأنه مندفع بخطواته بيحب دائما يتقدم إلى الأمام ممكن يكون هالشخص أيضا شوي متهور انت بتشوف أيضا أن هالشخص بيخبي كتير دمون كارد هالكارت بيحكي عن الجانب الآخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي أو هو عم يكون متحفظ بإشياء معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على أنه يحكي معك أو يصارحك على وضعه المادي عم شوفه أيضا مركز على روحانياته ممكن أيضا عم تتعامل مع برج العذراء لأنه هالكارت بتبع فرج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحدهم لأنه عم شوفه أيضا عم يبحث عن إشي بالظلمة أو عم يبحث عن إشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر أيضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد أو عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف إشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة لإله بمثابة تنوير أو بمثابة إنه اكتشف سر من نوع ما أو إشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الواحدة من الأسباب أو من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الأسباب اللي مرت بينكم اللي أدت إلى خلل بالعلاقة أو إلى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم أو ممكن أنتوا الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام أو بالارتباط بتحبوا الوايلد أو بتحب إنك تكون فري بتحبوا أنتوا الاثنين أمكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب إنك ما بتحبوا إنكم تنربطوا بإشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا إنه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم أو صار كتير فيها البعض منكم يعني أنتوا الطرفين مش مستعدين لإنكم تاخد خطوة للأمام أو تطور العلاقة بينكم أكتر أيضاً عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني أنت وهو بدك تشوف أو بدكم أنت أو هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة أو أنت اللي تكون متحكم بإزمام الأمور فوحدة من الأسباب المشاكل بينكم إنه أنتوا الاثنين بتحبوا إنكم تكونوا مسيطرين على الأمور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني إذا صار فيه أي إذا صار فيه بينكم أي إشي مش عم يمشي بالطريقة اللي أنت بدك ياها أو مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده إياها بيصير فيه مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما فيه مرونة ما عم شوف فيه مرونة بينكم أيضا عم شوف إنه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب أو لما يكون فيها شدة عم شوف أغلبكم مثل كأنه بيختار يبعد أنت وهو بتختاروا إنه تبعدوا أو تنفصلوا عن بعض أو حتى تتجنبوا يعني وجع الرأس مثلا للبعض منكم لأنه عم شوف العلاقة بينكم ماشي بيستركتر معين أو طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لأنه هالشخص شخص تقليدي وأيضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الأغلبية منكم مع إنكم بعلاقة ولكن في حدود بينك وبين هالشخص في دائما بعد في دائما ديستنز يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لأنه نظرتكم إلى العلاقة كتير تقليدية ممكن أيضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف إنه ما بده يستثمر أو ما بده يحط مجهود إلا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا خطوبة أو زواج إشي رسمي لأنه هاي ورقة الزواج أو ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف إنه هو ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني أي نهاية في العلاقة هاي أو النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكي لسه في عندك مشاعر بالحزن من ناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عن هالحبيب أو عن هالشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول إنه تشافي حالك من الناحية العاطفية لأنه عندك temperance card فإنت هم شوفك رح تهتم أكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي أيضا هم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قابلته أو ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بأنه هو الشخص الأفضل للك ممكن يكون نفس هالشخص أو ممكن يكون شخص جديد شخص آخر بحياتك بيختلف من شخص إلى آخر ولكن عم شوف إنه أنت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك أيضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لأنه عندك two of wands و two of swords فرح تنحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لأنه رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد أو بيختلف يعني من شخص إلى آخر عم نشوف أيضا من الناحية المادية ووضعك رح يكون أفضل بالمستقبل أو الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في إنه وضعك المادي يزدهر أكتر ممكن يكون فيه تعاون أيضا من الناحية المادية ولكن رح توصل إلى مرحلة من الاكتمال يعني completion أو اكتمال منه عندنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل أو طاقة الشريك عم نشوفه مركز أكتر على جسدياته هالشخص ممكن هو فيه عنده مهنة تطلب مجهود جسدي أو ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى إنه يتمرن عم نشوفه عم يحاول يكون راضي أكتر على مظهره الخارجي أو بالمستقبل رح يركز أكتر على كيف إنه يحسن من المظهره الخارجي لأنه عم نشوف إنه فيه عنده شوي مخاوف أو شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص أيضا عم نشوفه عم نشوف فيه عنده عروض حب رح تقدم لإله هالشخص وفيه هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم لإله كتير عروض حب ولكن عم نشوف إنه هو طريقة تحليله أو طريقة تفكيره للأمور وطريقة حكمه للأمور أو حتى الأشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية أو رح تكون متوازنة مش عم تشوفه يعني بينجرف بإشي أكتر من إشي معين أيضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لأنه هو في وضع الوبزرفيشن أو في وضع المراقبة يعني جميع الأشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد أو عم يحاول يفهمها عم شوف إنه هو من الناحية العاطفية راضي أو رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لأنه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السعيد وواحدة بها السعيد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير أو يتغير مزاجه كتير لأنه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من أخذ القرار ومتناقض أيضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لأنه متناقض ممكن يكون لأنه ما وصل إلى الكونكلوجين أو ما وصل إلى الحل أو الاستنتاج اللي هو بده إياه أو الجواب اللي هو عم يبحث عنه أوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لأنه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فأنت وهو بدكم تتعودوا على أنه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك أنه هي بتتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الرذم أو نفس الخط أو نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم بتتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن أو عن اكتمال من اشي معين فامشوف أنه في عندكم اكتمال دورات كتير أو ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسولميت أو في عندكم دروس كتير لازم تتعلموها من بعض عمشوف أنتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لأنه عندك six of cups six of cups يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين إلى شخص بالماضي فبما أنه هالطاقة مشتركة أنتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عم شوف في عندك the world و death card فهال ثلاثة أربعة بهالسة فقط أربعة أوراق بتحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبينها الشخص تصفية حسابات أو دروس لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فإنتو هو مع بعض يعني أنتو هو بعلاقة مع بعض من أجل أنه تتعلموا دروس من بعض لأنه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته أيضا يعني هالشخص أو أنتو مع بعض عم شوف لأنه هون في عندك بالماضي أو مش بالماضي بالطاقة الحالية حكيت لك أنه الوضع أو الـ structure بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عم شوف أي إشي تقليدي عم شوف مرونة كتير فبالغالبية أنت وهالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة لإلك أو بالنسبة لإله وعم شوف أنه في عندك مرونة أكتر أنك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو أيضا والعكس صحيح أنه هو بيتقبل أيضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعم شوف مرونة أكتر تفهم أكتر للوضع لأنه بالمستقبل أنت وهو رح تساعدوا بعض أنه شوي تنضجوا أو رح يصير بينكم الاتنين نضج من النحية العقلية من النحية العقلية والأهم أكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل أيضا عم شوف في عرض حب بينكم ففي البعض منكم المنفصلين في رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن في نوع من الحديث رح يصير بينكم وفي نوع من التواصل رح يصير بينكم لأنه في عندك night of cups هون وبما أنه في اشتياق للماضي فبتوقع أيضا رح يصير للأغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما أو هاي هي الدورة السايكل اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا إشي معينة بالعلاقة أوكي حباي ببرج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي like, comment, share, subscribe إن شاء الله رح يجوفكم في فيديو قادم شكرا شكرا